صحيح أن الرجاء المبارك يعلمنا أننا ننتظر المسيح يسوع آتيا ليأخذ مؤمني إلى السماء ويبدأ ملكه السعيد بعد ذلك على الأرض لكن عن الحاضر بحب مزمور 91 اللي بيقول لأنه تعلق بي ونجي ورفعه لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا فضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام اشباعه وأريه نعم الرجاء المبارك ننتظر مجيء المسيح لكن لا هذا ليس معناه أن ربنا ما يتدخل شيء أنه ما زال موجود في مصرح الأحداث وعلى فكرة لو لأن الرب بيتدخل أنا وإنت وكنش موجودين لحد النهار يعني بحب صاحب المزمور لما قالي أخي سيس نزار لو لرب الذي كان لنا لابتلعونا يعني إحنا ليه موجودين لحد النهار ده وسط هذه الأسود الجائعة لأن الرب بيتدخل يعني في ترنيمة بتقول بركات الرب بعدد شاكرا شاكرا إحنا دائما من ميل للأشياء السلبية اللي منشوفها كترة المقاسي والمشاكل وطبيعتنا في الشرق الأوسط نميل إلى التشاؤم صحيح ولكن إذا فكرنا في بركات الرب ومعاملات الرب وإحسانات الرب وهيك نبتدي نفكر ونهضمها راح تكون كتير يعني لا تحصى باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسنات هل الرب بتدخل حاليا نعم نعم يعني على سبيل المثال لو نفتكر مع بعض كيف أنقض الرب الشعب قديما في أرض مصر كيف نجى الرب دانيال من جب الأسود كيف أنقض الرب بطرس في سفر الأعمال من سيف هيرودس وأنقضه وضرب الرب هيرودس بالدود وصار الدود يأكله وهو حي وهو حي الرب يتدخل نعم لكن لا ننسى أن الصورة العامة النهاردة الشيطان يعيث فثادا يعيث فثادا في كل الأرض والأرض سلمت للشرير حاليا لكننا ننتظر الرجاء المبارك قريبا جدا وإنني أنادي من على منبر هذا البرنامج لكل من يسمعنا وأنت ترى العالم منقلبا منقلبا أرجوك تعالى واحتمي في الرب يسوع المسيح المخلص الإلهي يعطيك حياة أبادية وتستعد لمجيء المسيح المبارك يوم أن يأتي المسيح ونتمتع بالقول الكتابي الحلو يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة